الدين يا حبابي أخواني سيدنا النبي قال أمر خطير جدا لأن الديون أصبحت من حولنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن كل مكان الثلاجة بالقسط والشاشة بالقسط والعربية بالقسط والشأة بالقسط والمرتب مش عارف إيه وعايزين يجهز البنت برضك بالديون جمعية في جمعية في جمعية في جمعية ها أخي وأنت عمرك كام طيب هتسدد إمتى أما الله عليه التسديد غلط الله أمرنا أن نأخذ بأسباب التسديد والذين جاهدوا فينا استرخص الناس واستسهل الناس كلمة الديون الدين ألف الدين عشرة يا عم الشيخ ده هو معاه يعني حتفرق معاه في ناس مشى بالنظام ده حتفرق معاه إذا كانت لا تفرق معاه فإن لها فارق عند الله اسمع إلى رسول الله سيدنا عبد الله بن جابر خيف من ديونه وسوف يقاتل مع رسول الله اسمع إلى رسول الله وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء أي حاجة في حياته عملها بمجرد أول نقطة الدم اللهم لا تحرمنا من الشهادة يا رب يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين إلا الدين لا يغفر كانت الجنازة ترفع بين يدي رسول الله فيسأل النبي هل عليه دين يقول نعم رسول الله شكرا صلوا على صاحبكم ينهر بيض ينهر بيض أي جريمة فعلها هذا الميت حتى يحرم من صلاة رسول الله عليه حاجة بسيطة عم الشيخ دين رفع الجنازة إلى رسول الله فكانت عليها عارف كم درهمين درهمين يعني ووضح فارغة برضك في نظرنا فقال النبي استوه ثم قال هل على صاحبكم دين قالوا نعم عليه درهمين فقال صلوا على صاحبكم فقام واحد من الصحابة ليس من أقارب هذا الرجل ولكن يتمنى أن يصلي النبي شوف حب الصحابة بعضهم البعض صل يا رسول الله وأنا عليه دين قال أيها الناس أتشهدون أن هذا الرجل تولى سداد دين هذا الرجل قالوا نشهد يا رسول الله فصلى النبي محمد اصبر اصبر رفعت الجنازة ودفن الميت ففي اليوم الثاني في اليوم تاني يوم قال النبي يا فنان قال نعم يا رسول الله قال أدفعت ما عليه رسول الله ده هو ميت بارح الليلة الماضية قال ادفع ما عليه فارتعب الرجل وزهب ثم التقى به النبي في اليوم الثاني قال تعالى أدفعت ما عليه قال نعم يا رسول الله عارف النبي ماذا قال قال النبي محمد الآن بردت جلدته بردت الجسة بتاعته دلوقتي خلاص اطمأني دلوقتي عشان كام واخد بالك ترجمة نانسي قنقر